انت حكمت المنتخبات كتير قوي على مستوى العالم ايه المباراة اللي انت بتعتز بيها وكل ما تفتكرها تبقى مبسوط قوي محدش شافها في مصر هنا مباراة فرنسا والبرازيل في دور قبل نهائي في كاس العالم للقارض المباراة دي من 3 سنين كانت فرنسا والبرازيل اللعبوا نهائي كاس العالم 98 واللي حكمها سعيد بالكل الله يرحم وانا كنت مرشح لإدارة المباراة دي يعني كانوا بيقارنوا بين الاسمين وفي النهاية النصيب جيه انه سعيد بالكل الله يحكم المباراة لما جينا بعدها بتلات سنين في كاس العالم للقارض والمباراة دي وقعت في الدور قبل نهائي فرنسا والبرازيل الطريقة اللي اتقدمت بيها المباراة دي يا كابت المصطفى هي اللي خليتني بقيت سعيد بيها وساعتها أنا بكيت لانما قالوا لي قالوا لي انت بيعينوا المباراة فبيقولوا التعين فقالوا لي جمال المباراة دي انت كان المفروض تحكمها من 3 سنين كده على طول زعلت ولا أنا افتكرت لانه كابت المصطفى انما يكون بينك وبين انك تحكم نهائي كاس العالم شعرة ولكن الحمد لله حمدت ربنا وقتها ولكن المباراة ما تقدمت لي دي بقى دي كان مفروض تحكمها من 3 سنين يعني الناس كانوا معترفين بقيمة اننا كنت مؤهل بقيمة اننا كنت مؤهل